السلام عليكم مرحبا بكم معي فيديو جديد ونشارك معكم فيه طريقة تحضير الكرعين البقر كي يجي رائع وديد غان نضيف ليهم الحمد للراس ديال الغنمي ماشي البقري وبالنسبة للمقادير غان ناخد معكم المقادير دابا غان نحتاج وجوج بصلات متوسطة زيت الزيتون صلصة حارة اللي غاتلقوها في القناة ديالي لبغيت طريقة تحضير ديالها عدنا الحامض المرقد وعدنا الزيت النباتية وعدنا العطرية اللي غان نحتاجوا فيها الإبزار الكامون سكنجبير القصبور مطحون يابس الحميرة و الملح بطبيعة الحال غان نروح الكيمية اللي في القياس بالنسبة لهذا هم المقادير ديال تحضير ديال الكرعين غان نحتاجوا الحمص اللي غان نكونوا في الزقناة ليلة كاملة يعني ما كنحيدوش للقشرة دياله و كنخليه كيف ما هو و غان نحتاجوا واحد الكيمية اللي لا بأس بها يعني تقريبا كيلو ديال الحمص هنا بالنسبة للكرعين هنا را عدنا جوج كيلو ديال الكرعين مع تقريبا كيلو ديال الحمد ديال للراس طريقة تحضير سهلة و بسيطة اول حاجة غالي ناخدو الباصل يفمشتونا و غالي تحتاجو القصبور مربط انسيت ما قلتاش لكم غالي تشوفوه في المقادير بالنسبة ل الباصل اول حاجة كناخدو الباصل اللولانية غالي نقطعوها على هاد الشكل قطعة عزمة متوسيطة يعني ما كيلو الناس اللي كيحكو انا مكن فضل لانا الكرعين كي ياخدو وقت ديال طياب يعني البصلام الاحسن انكم غالي تقطعوها على هاد الشكل غالي نبدأ بها هي اللولة من بعد غالي نضيف الكرعين كامله الكيمية كاملة هاد الشكل و غالي تشوفو معايا انني الباصل الاخرى غالي نقطعها من بعد من فوق ديال هاد الشكل بالنسبة للكرعين كي ياخدو وقت طويل في الطياب يعني تقريبا 1-4-5 سواء عادي يطيبو معايا بالنسبة للكرعين كيفاش دايرين كينين اللي تبارك الله ضغية كي يطيبو وكينين اللي كي ياخدو وقت طويل كيف ما شفتو معايا بديت بهم هما اللولين بالنسبة للحم ديال الرأس ما غاليش نطيبو معاهم من اللول غالي نخليهم حتي تقريبا كي يجيو لطياب يعني كي يطيبو واحد المدني تقريبا ديال 3 سواية عادي كساعة كنزيد عليهم اللحم ديال الرأس هنا بالنسبة للبصل هنتو مشتو راح قطعتو من فوق الكرعين من الفوق باش ما يدوبش معايا كيف ما قلت لكم لانه غاياخدو شوية دلوقت غالي نضيف ليهم القزبر مربط بالنسبة للمقادير كنديرها انا دفعة واحدة غالي ندير الحامض مربط بالنسبة للادرتو شوية كيمية زايدة ما تحتاجوش تديرو الملح كنحيد ليهم دوك العظيمات اللي كي يكونوا فيهم وكندير داك المرق ديال الحامض مرقد معا معا تقريبا راجية تمن نصف حامضة نصف حامضة غالي ندير العطرية اللي شفتوا معايا من قبل كاملة ودفعة واحدة غالي ننضيف لالسلطة الحارة الناس اللي كي بغيوا الحار هنا كيف ما شفتوا معايا درتها طابت واحد قريبا ثلاثة تسويع من بعد ضفتليها الحمص الحمص والحمد ديال الراس كين طيبوا تقريبا بنفس الوقت يعني غالي نضيف الحمص هو اللول من بعد غالي نضيف الحمد ديال الراس ديال الراس ديال الغنمي كي يعطيها واحد المدق رائع ولديد وكي يضيف واحد انكها رائعة كيف ما شفتوا كين فيه لسان كين فيها الحمد الراس يعني كيف ما لي توفر عندكم كي الناس اللي كيدروا غيطروفة ديال الحمد الاغنمي حتى هما كي يجو رائعين وكي يجو لداد وكي زيدوا واحد انكها زوينة للقرعين غالي نضيف الزيت النباتية كيف ما شفتوا معي من اللول را ما ضفتش زيت الزيتون يعني از ضفت خليتو خطلت الكرعين تاجل الطياب عد من بعد غالي اضفت الحمص ضفت الحمد ديال الراس اضفت الزيت النباتية وغالي نضيف زيت الزيتون ده بعد يمكن لي نضيف زيت الزيوت يعني لانا كنخلي يعني باش تكي يطلق لي الماراق دياله وكنعرف كميه ديال الدهون لي كتطلق ذاك الكرعين هنا يراها باقي ما طابوش يعني باقي خاصهم طيب كيف ما شفتو غالي نرجع للكرعين يتحتي طيبو مزيان ويستوي ويعني كيف ما غالي يتشوفوا معايا هنا يمن بعد ما استوي معايا الكرعين هانتو ما شفتو الحمص بارك الله راه طاب ومقوع ورقيت القتاو والنكها دياله يعني كي يجي واحد طباق اللي يلديد وخصوصا في فصل الشتاء يعني كنحتاجوا لهذا النوع ديال اطباق كننوع بيهم من غير الطهجين والمرخاء وما جوارا يعني ضروري هذنو ديال اطباق اللي كي يرافقونا في فصل الشتاء هنا يا طريقة ديال تقديم يعني كسبقة اختيارية لكم كي الناس اللي كي يضيفوا الشليضات كي اللي كي يكتافيوا بهذا الطباق لأنه تبارك الله راه غاني فيه كل شيء غالي نقدم معكم هالطباق بهالطريقة اللي غالي تشوفوا معايا يعني كنستفى الحيماس بجني باس وعزيزه لك را غالي تحط لي داك السنها كقداموه وانحيبت دوليطرين حتى وما ايوه كي بقى هالطباق زعم ما الديد وكي يجي رائع خصصا نال للناس اللي كيعجبوه ما ديال نوع ديال اطباق بحال تقليا بحال اه هذه هي الطريقة لتحضيري للقرعين شاركتها معكم كنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم وجربوها يعني انا كندير كيف ماشفشو المقادر كندينو مدفعة واحدة كيبقائي الليلة ضفت بحل هكا الحام ولا لحم الراس ولا هكا ما كنخليو محتلتالي المرايقة كيف ماشفتوها را كتجي مدغمرة وكتجي بنينة ولديدة انتو مقاعنا قاعش ادتلي الكوكوط بقوت مش ديزة بغتنش حرانيت مزير بويت نعداك ايو المعيم كنتمنى هذا الوصفتنا الاعجاب ديالكم كنتمنى انكم تجربوها ومبقى ديال نقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله والناس اللي سولوني على السلصة الحارة اللي شفتوا معايا في هذا الفيديو را عدتلقاوا فيديو ديالها على القناة ديالي اللي قبل من هذا را كتجي رائع والديدة ويمكن لكم انكم تستعملوها في جميع الوصفات ديالكم المنزلية مضمونة مئة في المئة ما فيها تمواد حافظة نهائيا وناجحة صراحة جربتها وكان الناس اللي يجربوها ناتل اعجاب ديالكم ناتل اعجابهم خصوصا اني ما كيبغيوش السلصة تكون حارة بزاف ما يديرفوش ما يخليواش بالزريعة ديالها والناس اللي كيبغيو الحارة ديكتاري قارا ليقالهم الى اللقاء في فيديو ديال ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة